السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم يا أحنا متابعين يا رب تكونوا بخير معيكم مسرد وحسن من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت النهاردة ان شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي طبعا احنا كلنا عارفين ان الارقام اللي احنا بنتعامل بيها في مادة الرياضيات او الحساب باللغة العربية هي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 وكلنا او معظمنا ما يعرفش ان الارقام دي هي الارقام الهندية هنعرف دلوقتي قصتها وازاي هي دخلت مصر وعن طريق مين تمام ولكن في الاصل خالص الارقام العربية بتاعتنا الخاصة بينا هي دي الشكل ده 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ولكن احنا معظمنا عارفين ان دي كده الارقام الانجليزية او الارقام الانجليش 0, 1, 2, 3, 4, 5 لحد ايه 9 طيب ايه هي القصة القصة ان الخوارزمي وده طبعا عالم الرياضيات المشهور ابتدع اشكال هو اللي ابتدع اشكال الارقام طيب ليه هو اختراها او ابتدعها بالشكل ده طيب قديما حضر عالم هندي الى قصر الخليفة العباسي وكان معا كتاب مشهور في الفلك والرياضيات والكلام ده طبعا سنة 6 هجريا قديما جدا وكان بيستخدم في الكتاب ده الارقام اللي هي 1, 2, 3 الارقام التسعة دول وما كانتش فيه اصلا السفر العرب هما اللي اضافوا السفر بعد كده طيب الخليفة العباسي طبعا المنصور امر بترجمة الكتاب ده الى اللغة العربية وتأليف كتاب على نفس طريقته وطبعا الخوارزمي قلف كتاب خاص به واستخدم الارقام الهندية دي وسمى الكتاب ده الارقام الهندية او الخوارزمية عن الارقام الهندية ومن هنا طبعا انتشرت الطريقة الهندية للحساب بين المسلمين وبعدها بقى بفترة المسلمين عرفوا حساب الهنود بنفس الطريقة دي طيب الخوارزمي بعد كده اخترع مجموعة تانية من الارقام بتعرف باسم الارقام العربية ولكنها لم تجد انتشارا واسعا يعني بقى الارقام دي اللي الخوارزمي اخترعها ما لقيتش اي انتشار خالص والعرب استخدموها بعد كده في الاندلس وفي المغرب العربي ثم الى اوروبا ومن اوروبا طبعا لكل ايه دول العالم وفيه طبعا كتير قوي من الدول العربية تستخدم الطريقة دي زي الامارات والليبيا والجزائر وغيرها يبقى احنا كل اللي علينا ان احنا هنبدأ نحفز الاطفال الارقام العربية الاصلية اللي هي بتاعتنا احنا اللي هي بالشكل ده ومش هنقول بقى 0123 تمام لو ماث هيحفظهم كده 0123 طبعا من الشمال اليمين عشان ده ماث انما لو بحساب انا بتكلم عن الحساب اللي هو كده 1 2 3 بالطريقة القديمة دي هيحفظ الصفر ده كده هيقول عليه الصفر الطفلة هيحفظه يقول عليه ده الصفر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى دي فرصة لكل الاطفال اللي في كيجي حاليا ان هم يتأسسوا بالطريقة الصح دي تمام هو طبعا الطريقة جميلة جدا الاطفال هيحبوها ومجرد ما يتعودوا عليها بعد كده هيحبوها هو ده مجرد تعود بس انما طبعا هي صدمة بالنسبة للناس الجديدة اللي هم في الصفر الرابع ربنا طبعا معاهم ويقويهم بس بعد فترة هيتعودوا يعني مجرد ما يدخلوا سبوع اثنين شهر كده بنفس الطريقة دي وننسى الطريقة دي خالص الاطفال هتعرف تستخدم الارقام دي طيب الخوارزمي اختراعهم بنفس الطريقة كده على اساس ايه عدد الزوايا الحادة او القائمة اللي هيلاقيها في كل رقم او اللي هيضمها كل رقم الرقم واحد مثلا في زاوية واحدة اللي هي دي علشان كده قلنا عليه واحد الرقم اثنين زاويتين ادى الزاوية وزاوية اثنان طب الرقم تلاتة واحد اثنين تلاتة الرقم اربعة ادى زاوية 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 يبقوا اربع طب خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبقى دي الزواين الرقم ستة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة الرقم سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نفس النظام يبقى دي كده الزواية اي ده اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الرقم تسعة برضو الزواية بتاعته تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى ده اساس الارقام العربية بتاعتنا احنا يا جماعة وكل الدول الاوروبية وكل معظم الدول العربية المتقدمة خدتها واستخدمت الطريقة دي واحنا فضلنا على الطريقة القديمة اللي هي طريقة الارقام الهندية وطبعا احنا قلنا ان ما كانش فيه زيرو اصلا في الارقام الهندية لما جت لنا لما دخلت مصر ولكن المصريين او العلماء العرب هم اللي اضافوا السفر للارقام دي طيب الجدول ده من الاخر هيوضح لنا الارقام في كل مرحلها الارقام الهندية دخلت مصر بالطريقة دي 0123419 طيب الارقام العربية لان احنا بعد كده هنسميها الارقام العربية الارقام دي يا جماعة مش بتاعة الاجانب الارقام دي الارقام العربية الاصلية اللي العالم الرياضيات الخوارزمي ايه وضع الاصص بتاعتها على اساس عدد الزوايا في كل الرقام حطها بنفس الشكل 0123456789 وطبعا هي دلوقتي بقى باخرت الشكل ده تمام كده يبقى ده كده هنقول عليه ايه ده 0123456789 وطبعا هنشوف الاختلافات البسيطة اللي بين الطريقتين الطريقة اللي هي الهندية القديمة والطريقة العربية اللي احنا هندرسها ان شاء الله وان شاء الله تبقى وشها حلوة على الاولاد ويتقبلوها ويتدربوا عليها كتير جدا وان شاء الله هيتعودوا عليها في فترة قليلة لان الموضوع ان احنا اه اتعودنا بس على الطريقة الهندية انما بعد كده ان شاء الله هنتعود برضو على الطريقة العربية ودي نقطة كويسة ان احنا بنرجع لاصلنا لان طبعا علماء العرب كانوا زي قديما متقدمين في كل شيء وكل الحضارات كانت بتاخد من حضارة مصرية وبتاخد منها وبتتقدم وبترتقي واحنا كنا ماشيين على الطرق القديمة والتقليدية طبعا يا جماعة انا مجرد بنقل لكم بس المنهج او بعرفكم ايه الجديدة علشان ما تتفاجئوش بعد كده عشان بس ما لقش اي اراء سلبية او تعليقات انا مش انا اللي اخترعت الكلام ده انا بعرفكم ايه الجديدة علشان تبقوا فاهمين والناس اللي عايزة انسا نتحاول لأولادها من لغات تحاول لهم لعربي فانا عايزة اعرفكم ان الفرق مش هيكون كتير او الاختلاف مش هيكون كتير بعد كده وطبعا ده طالما الوزير عمل كده يبقى ده معناه ان احنا بعد كده فعلا هيطبقوا بعد تقريبا الصف السادس او الاعداد فعلا نظام الماث والساينس هيبقوا على كل المراحل وكل الاطفال سواء عربي او لغات فده بس ايه نقطة علشان اللي بتفكر تحاول ابنها من لغات او من تجريبة تبقى عارفة الكلام ده قبل ما ايه قبل ما تحول عندنا هنا مسلا ما نيجي نقول خمسة واربعين هتبقى بالطريقة الجديدة بقى ايه الاربعة تنزل زي مئية مش هي هتبقى كده طيب مية تلاتة واربعين هتبقى بنفس الطريقة مية بس كل ما في الامر ان احنا هنحفظ الارقام بالطريقة العربية الاصلية بتاعتنا احنا تمام كده والطفل ما يجي يقرأها مش هيقول بقى وان هندرد ام فورتو سري لا ده كده اللي هيقضوا ماث او اللي هيقضوا ايه اللي هما اللغات انما الطفل اللي بياخد حساب هيقول مية تلاتة واربعين عادي جد مية تلاتة واربعين تمام كده طيب اه هنا مسلا عايز اقول الف واحد وستين او اكتبها لازم احط فصلة بعد كل تلات ارقام يعني يعني في الحساب بتاعنا للطريقة الاديمة الهندية كنا بنكتبه كده انما في الطريقة العربية هنكتب كده بس طبعا ده سفر اهو بس لازم لازم احط فصلة ليه بقى تلات ارقام واحد نين تلاتة احط فصلة ده اللي هيفرق معايا في الطريقة الجديدة بس ده الاختلاف ان احنا لازم نحط فصلة بين كل تلات ارقام وده هيميز دي ان بعد كل تلات ارقام ده كده هيبقى الف. طيب هنا خمسطاشر الف ربعمية وتلاتين. هنكتبها ازاي? فصلة. بعد كل تلت ارقام فصلة. عشان الطفل يقدر يقرأ كويس وما يتلخبطش. طيب هنا مثلا المليون. تمام? المليون عنده كم سفر? ستة صفار. احنا كنا نكتبها بالطريقة دي. لما نيجي نكتبها بالطريقة العربية بقى الجديدة بتاعتنا هنكتب كده. فصلة. تمام كده? يبقى الطفل لما يشوف الفصلة هيعرف بعد كده ان هو يعرف يقرأ الرقم كويس. والاصفار بقى ما تدخلش على بعد كده ويتلخبط او ينسى صفر او ينسى آآ يقرأ رقم او حاجة. طيب مليار. طبعا مليار بيبقى تسع اصفار. كنا نكتبه بالشكل ده. تلات اصفار وتلاتة وتلاتة. بالطريقة طبعا العربية الجديدة هنكتبه بنفس الشكل وبين كل تلات اصفار هنحط ايه? هنحط فصلة. تمام كده? فكده الموضوع هيبقى اسهل على اولادنا والاختلاف هيبقى بسيط. ولكن الفصلة هي اللي هتزيد بعد كل تلات ارقام. وهنلاقي طبعا مسائل والتدريبات بنفس الطريقة. يعني بعد ما كنا بنكتب كده ستة وتلاتين بالطريقة دي طبعا اللي احنا عارفينها ستة وتلاتين زي خمسة وعشرين. هنكتب برضو الارقام العربية بتاعتنا ومش من الشمال. يعني هو حاليا احنا ما نعرفش لسه هنكتبها من الشمال ولا من اليمين. في بعض الدول العربية مثلا زي ليبيا او الجزائر بيكتبوها من اليمين. فاحنا النقطة دي اللي احنا لسه منتظرين هنشوفها بقى في الكتب ان شاء الله. وربنا يا رب يسر الحل لأولادنا. والاشارة برضو. لسه منتظرين هتبقى على اليمين ولا هتبقى على اليسار. وبردو الدربة هيبقى بنفس الطريقة. اربعة في خمسة بكيام. يبقى بعشرين. الطفل يبدأ يكتب. يكتب. عشرين طبعا خلاص. احنا عارفنا بقى دي عشرين. مش نقول تونتي. دي عشرين. اتنين في اربعة بتمانية. تمام بنفس الطريقة كده. وربنا يا رب يسر الحل لكل اولادنا ويجعل العام الدراسي سهل عليهم ويسير ان شاء الله. اه طبعا دي نصيحة بقى لكل ام وطفلها لسه في كيجي او في ابتدائي في العربي في مدارس العربي اللي هما هياخدوا حساب. تبدأ تأسس الطفل بقى بالطريقة الجديدة. وتعرفوا الارقام باللغة باللغة العربية. اللي هي بنفس الطريقة كده هنقول له سفر واحد اثنان ثلاثة اربعة خانسة ستة سبع ثمانية تسعة. تمام هي دي الارقام العربية يا جماعة بتاعتنا. وده كده كان المعلومات كل المعلومات اللي وصلت اه حتى الان عن منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.